على طريقتي نتحدث قليلا عن الكتاب في بيروت لا في العهود السابقة عهود جبران خليل جبران وميخايل نعيمة وأمين الريحاني وعمر فاخوري وسليمان البستاني وابراهيم اليسجي ومن إليهم ممن ولوا وولت كتبهم وولى زمانهم وخرأهم معظم الكتب التي تصدر في هذا العهد مقالات صحافية تجمع فيما يسمى كتابا وهذيان يرسم على صفحات تحمل اسم الشعر الحديث وخرافات وخزعبلات تعرض أحوال النجوم وأقوال الأبراج وعلى هذا إليك هذا الخبر من أخبار الكتاب بأيامنا هذه في العاصمة العالمية للكتاب وست الدنيا كما يصفها أحد الأصدقاء المداحين غفر الله له فيما كنت أتمشى في أحد الشوارع مررت ببائع كتب جمع بعضها على الرصيف أكداسا مهملة فيما عرض بعضها الآخر كتابا جنب كتاب لتراه عيون المرة في سهولة ومن بعيد وسألت بأيه لما تخفي بعض هذه الكتب إذ تكدسها على هذه الصورة وتعرض كتبا أخرى على صورة تجعلها مكشوفة للأنظار فقال وهو يشير إلى الكتب المكدسة لأن هذه الكتب غير مطلوبة وفحصت عن الكتب غير المطلوبة فإذا هي من نوع الأيام لطاع حسين وأصفور من الشرق لتوفيق الحكيم والنبي لجبران خليل جبران والحرب والسلم لتولستوي وأمثالها من كتب العهود المتخلفة الماضية وأشرت إلى الكتب المكشوفة والمعروضة بصورة تلفت الأنظار وقلت للبائع وهذه قال هذه هي الكتب المطلوبة دائما ورعت أقلب هذه الكتب المطلوبة دائما وإليك أسماء بعضها السحر العجيب في جلب الحبيب الترسم المكتوب في اجتذاب المحبوب غاية المرام في حجابات الهوى والغرام من فتح الباب إلى فك الحجاب كتاب الزمان في استدعاء بلوك الجان كتاب اليواقيت في ربط العفاريت دليل الراغبين في طرد الشياطين استشارة النجوم والأبراج في أحوال الطلاق والزواج السراج المنير في التنجيم والتبصير إلى آخره أما مؤلفو هذه الكتب البهدلة فلكل منهم نعوت وألقاب لم يوصف بها آدمي من عصر الطوفان إلى عهد الجمهورية الثانية بلبنان وإليك نموذجا منها تقرأه في الصفحة الأولى من كتاب استشارة النجوم والأبراج في أحوال الطلاق والزواج تأليف فريد عصره ووحيد دهره علامة زمانه وعجوبة أوانه كوكب المعرف اللامع ونبراسها الصاطع ركن العلوم وكاشف المجهول والمعلوم العالم الفلكي الزاهر وبحر التبريج الزاخر من ليس له ثاني أبي عاصر أرجواني نفعنا الله بعلمه الغزير وعقله الكبير من المعروف أن الأمم لا تلجأ إلى مثل هذه الخزعبلات ولا تغرق في وحول الخرافات المخزية والاتجاهات الباطلة إلا في مراحل الانحطاط وفي زماننا هذا بات الحديث عنها أضحوكة حتى لدى القبائل البدائية أما عندنا فلا لأن ستة الدنيا هي إحدى العواصم العالمية للكتاب كنا مع جورج الداق على طريقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر